بمدينة تطوان التي احتضنت أمسية رمضانية قوامها فن الخط أمسية كانت مناسبة لتكريم الخطات المبدع محمد قرماد على عطائه في مجال المحافظة على فن الخط والإبداع فيه بشتى الطرق فن شكر العلوي وعبد العالي جنوني الحرف بتشكيله المتعدد وفنية سياغته داخل إطار اللوحات وبتكوينه الخطي الإبداعي بأنمي للخطات محمد قرماد يؤثث معرضا مميزا خلال شهر رمضان برواق الفن بيتتوان ليمنح عشاق فنوني ليد المختلفة فسحة ليلية رمضانية بعنوان الجمال اليوم احنا عملنا اليوم دكتور قرماد بالخط العربي يعني أشكال فنية بالخط العربي والقرآن الكريم وهذا كناسب بزاق هذا الشهر المكرم رمضان وفي الحقيقة احنا كنت شرفه بزاق بالوجود دياله معنا بهذه المناسبة هذه قدمنا له تكريم بهذا المعرض الجميل الخط العربي ما بين الماضي والحاضر وحتى بنظرة مستقبلية يسعى الخطات محمد قرماد لمحاولة تشكيله بتفرد تفرد يساهم في الحفاظ على تراث تسناقله الأجيال بفخر ليضل للحرف قصته التي يرويها التاريخ عبر أنامل هؤلاء المبدعين أن هذه الحروف هذه جات خصيصا بواحد الإبداع الجديد باش نخرجوه لأنه عندي وحد الطاقة باش يمكن لي أن نبدل نجدد في الحرف العربي لأنه كان فرق ما بين الكتابة هي أن الإنسان كيكتب عادي ولكن الخط تخطط الإنسان كيعطي الجمالية للحرف رواق الفن بتتوان عبر معرض الخط العربي بالشهر الفضيل منح الاعتراف والتكريم للفنان الخطات المبدع محمد قرماد الذي كرمته أيضا بهذه المناسبة جمعية شباب الشبر للفن والثقافة والتنمية الاجتماعية بمرتيل لعطائه المتميز في مجال الخط العربي